السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو باتش نوتس جديد 7.22 هذا الباتش حق البري سيزن كلنا عارفين خلاص خلص سيزن سبعة اخيرا بدأ البري سيزن الناس اللي سألت سيزن سبعة خلص ايو سيزن سبعة خلص طب ليش الرانكت ما انتهى الرانكت ما انتهى الين يبدأ سيزن تمانية في فائدة ان يلعب رانكت ولا ما في فائدة العب رانكت عشان لما تبدأ سيزن تمانية يكون رانكك عالى فلما يسوه ريسيت يصير تنزل اقل طبعا لو قدرت ترفع رانك حقك يزيد الامامار حقك وضعك يصير احسن فكل الحالات سيزن سبعة انتهى هيوزعوا السكينات قريبا ما عادر اميتها بالزبط بس هيوزعوها الباتش نوته هذا زي ما احنا عارفين الشباب فيلو الرونز والماستريز الجديدة وكلها غيروها عشان شعروا الرونز والماستريز فيه تغيرات مرة كبيرة بطروا يساوها في القيم عشان يعوض الرونز اللي راحت بالاصح اكثر من الماستريز طبعا ام الشرح الباتش نوتس اليوم هيكون شرح عام عن كل التغييرات اللي سارت في الباتش نوتس اليوم ما حنشرحها الرونز بالتفصيل المهمل حنتكلم عنها بسمري شي بسيط لانه ولا حد عارف الرونز لسه ما حد يعرف اختار اي ترونز ما حد يعرف اختار اه على اي ترول على اي تشامبيون يبغلها شوية وقت يبغل الناس كلها تجرب رايوت حد يستغير فيها وتعدل فيها برضو حبتين طلاتة اللي ما الوضع يتحسن في كل الحالات ان شاء الله في خلال الاسابيع القادمة هنزل فيديو شرح عن الرونز اه يعني مفصل ومخصوص بالرونز على اساس والله اللي يوده يفهم ولا يتعلم ولا يارف الشي الرونز اكثر حبتين يعرفها معايا وانا كل ما عارف شي جديد ان شاء الله هنزله فيديو ولو قلت شي غلط اليوم يا شباب ان شاء الله في الفيديو القادم هصححه وهكذا في كل الحالات خلينا نتكلم عن اه خلينا نعدي الرونز حبتين شوية لانه طائرات اللي فيها زي ما قلنا كبير روي بغالها شوية هتكلم عنها بعد شوية بعد ما ارجع على تغييرات اللي صارت في اللي شامبيونز عشان نشرح ليش التغييرات هذه سواء orada في اللي شامبيونز طبعا عشان شاء الله الرونز اه وعشان شاء الله لماستريز صار كل اللي شامبيونز يبدأوا كل لجيم يعني من دون رونز وماستريز ييش يعني من دون رونز وماستريز كون تاخد اه تسعة وال Lyn 11 ادي ان كان مارك هذا ينته تاخد تاخد ماجيك رزيست وتاخد اه Morocco وتاخد اه 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 اسمه Critical belangor وتاخد هذي كلها راحت فمدام راحت قاموا وشالوا كل الستاتس هذي اللي كنت أخدها من الرونز وحطوها في الشامبيونز على طولها خلوها في البيستاتس حقاة الشامبيونز طبعا أنا ما حروح على كل شامبيون وقول إيش زودوا عليه بس هنقول 140 شامبيون بالضبط تقريبا شالوا الرونز حقتهم وحطوهم علىها الرونز المتعارفة عليها يعني لو طالي مثلا في آيش متعارفين عليها قاموا زادوا لأتاك دامج حقها حوالي عشرة زي الماركس حقتها الحمرة فاكرين ماركس الحمرة السيلز الصفرة القليفز الموفية الكوينتسز الكبيرة الحمرة عشان ما في رونز قاموا عطوها ماركس بدالها وعطوها شوية آرمر يعني عطوها ماركس وسيلز ولو حتلاحظوا شي حيتتبع فكل الشامبيونز زدوهم الماركس والسيلز والكوينتسز زدوهم إياها من الرونز الجديدة اللي حنتكلم عنها بعد شوية والقليفز ما أعطوها لأي أحد ما في ولا أحد في القيم أخذ ماجيك رزيست في البيستاتس حقته وهذا له تأثير على القيم بطريقة حنتكلم عنها بعد شوية فاللي سووا على كل الشامبيونز غير الشامبيونز اللي سووا لهم تعديل مخصوص على كل الشامبيونز في البيستاتس أدوهم الرونز القديمة اللي هو الماركس والسيلز فأعطوهم لكل الأي دي سيز مثلا أعطوهم داميج زيادة وبايس آرمور لكل الميدز أعطوهم هلث اللي هم الصفرة وأعطوهم الهلث كروث سوري أعطوهم هلث كروث ستاس ما أعطوهم ماركس ولا أعطوهم كوينتسز أعطوهم إياها في الرونز هنتكلم عنها بعد شوية وهكذا فكل الشامبيون لو تروحوا عليه هتلاقوا زوا دوله البيس آرمور حقه زوا دوله البيس أتاك وزوا دوله الارمور أعطوهم بدل الرونز القديمة أعطوهم شكل جديد ومجموعة شامبيون زودوا الداميج حق عشان يغطوا على الرونز اللي اختفط لأنه كان والله الابلتيز هذه تعتمد على على شسمه على سكيلينج ستاتس حقه دي مو شرط تفهم الكلام هذا كل اللي لازم تفهموا إنه شالوا الرونز والماستريز وحطوها في البيس ستاتس يعني كل شامبيون لحين حيبدأ عنده نفس الستاتس اللي كانت عنده بالرونز السابق تغييرات بسيطة زي ايفلين ايفلين سووا لها بف مرة جامد غير البيس ستاتس حقها غير إنه أعطوها حق الرونز سووا لها بف دامج من انمي شامبيون بوضت ديمون شايد على 1.5 سكين سكول دون الباسيف حقتها من يوم ما يجي لها دامج من شامبيون على طول السيدية حقها يرجع وهذه الباسيف حقتها وهذه أظن حتخليها يعني حتخليها شوفها في الميتة مرة كثيرة بزيادة ايفلين من الشامبيون اللي من يوم ما نزل أو من يوم ما نزلت شامبيون يا تلعبها مرة كويس وتصير مرة محترف فيها تبهدل خلق الله يا إنك سيء وتجيب أم العيد وتبهدل الدنيا كلها في كل الحالات هذا حيخليها مرعوبة غير كده لو زي ما قلنا كل الشامبيون شالوا منهم الماركس والسيلس أو الماركس والكوينتسيس أو السيلس بس وعطوهم إياها وهذا كله ما هو مهم بالنسبة لي إن يعيدوا لأنه كل الشامبيون يعني إيش فيه شامبيون كمان تاني عدلو عدلو حاجات من يفكر فيه أي شامبيون تاني غير الأخت العظيمة هذه أبلن عطوها لغل العظيمة في كل الحالات بدلا ما نتكلم على كل شامبيون اللي حال زي ما قلنا هنعمم بعد كده قبل ما نتكلم على الأيتم خلينا نرجع ونقول كيف عوضوا حقة بالطريقة هذه لو طالعنا في واحد من عشان إيش إن كان كيتلين أو زي ما قلت لكم الرونز القديمة شالوها وحطوها اللي هو حطوها في هنا وال السيلز حطوها في البيس أرمون حقها وراحوا في الرونز حقتها يعني لو تلاحظوا الرونز عندنا مكسومة أو الرونز الجديدة مكسومة في أظن خمسة عليها رزولف خمسة أكسام كبيرة طبعا الرونز والماسير نظام هالجديد أنت تختار إيش تختار واحدة كيستون أو path أساسي وباث فرعي يعني طريق أساسي وطريق فرعي الطريقة الأساسي فيه كيستون وفي ميجر رون وفي اثنين رون صغيرة الطريقة الفرعية فيه اثنين رون صغيرة يعني المجموع واحدة كيستون واحدة رون كبيرة اثنين رون صغيرة اثنين رون صغيرة اربعة رون صغيرة واحدة رون ميجر واحدة كيستون والكيستون فقط في الطريقة الأول طريقين طريق أول وطريق ثانوي خلينا نشوفها ممكن نشوفها هنا حبتين حتشوف أنه الرون الجديدة فيها خطين خط أول أساسي وخط ثاني الخط الأول تختار منه وكيستون ورون كبيرة وبعدين رونين صغيرة الخط الثاني هتختار منه رون صغيرة طيب زي ما قلنا مدام شعلوا الماستريز والرون القديمة اضطروا يحطوها في ولم تختار خط أولي أو ثانوي يعني ستأخذ على طول برضو ستات ثابتة ايش ما يفرق يعني من يوم ما تختار مثلا اخترت رزولف هيجيك مية وتلاتين هل اخترت دومونيشن هيجيك احداشر اتاك دامج واللي احداشر ابيلتي فاور ادابتف هنتكلم عنها ابدا طبعا ايش يعني الكلام هذا معناها الكونتسيز اللي كانت موجودة في الرونز القديمة حطوها بدل هذي واكشري يعني اول كنت تجيب تسعة فاصلة ستة من انا وهادي كانت توجههم في شعالوا الرونز القديمة دخلوها في دخلوا جزء منا في ودخلوا جزء تاني في الرونز الجديدة فمن يوم ما تختار هذا اجيني احداشر او على حسب انا الحق الحق حق ايدي حيروح اخذ هذي حق اي بي حيروح ياخذ هذي نفس الشي من يوم ما اخذ بونس حقي حيكون 18% يعني لو انا كنت احط 16% اعطوني 18% بس عشان اخترت الرون بيج هذي نفس الشي 15% كان انت مد تلعب تعتمد على السوسري اي اساسن ولا انت مد فهذه ولا هذي ادابتف لما تكون كلمة ادابتف يعتمد على الشامبيون يعتمد على ايش حياخد هذي على ايش اخذ هذي ونفس الشي على ال هيكون والله شوية معقد صراحة 20% زائد 154 20% زائد 16 على حسب ال خامسة الخامسة هذي خامسة مع بعض فلو اخترت واحد معها اجيك البف هذا على حسب اي اي بكل الحالات بشكل عام بشكل عام الريزولف هي حقة التانكينس او اللي هو التانك سبورتس ولا التانك لو تكون طبعا برايمري مو شرط تاخدها هي البرائمري وغيرها لا ممكن تاخدها ممكن تاخد ريزولف سيكندري ممكن تاخدها برايمري لما تاخدها برايمري تاخد منها الكيستون الاساسية زي ما قلنا هذي الكيستون هذي الميجر رون هذي الميجر رون هذي الميجر رون هذي الميجر رون زو ما ديقر تختار من كل خط إلا واحد ايش كل واحد بالتفصيل هذي اللي هنتكلم عنه في اسبوع الجي ان شاء الله فأنا ألعب مية في المية هختار ريزولف عشان أخد المية وثلاثين وأخد كيستون لأنه أبغى واحدة من الكيستون زي اللي والله مثلا لا ما يبغاها دامج ممكن أخذ هذي اللي هي بعد ما أسوي يجيني يعني من يوم ما أدخل أولين أسوي مضارة بأخذها فهذه تنفع على 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 وفيها الكيستون اللي تعطيهم دامج زيادة ولا زيادة عشان يستفيدوا منها بعدين يكمل في الباقي طبعا فزي ما قلنا الخط الأول مثلا أخذ تختار واحدة من هدول وكل واحدة لها حاجة اللي هي هنا في تاخذ واحدة وكل واحدة لها معنا وبعدين اثنين فمن هذي تختار واحدة ومن هذي تختار واحدة ما يسمحولك تختار من نفس التري أكثر من واحدة فهذا عارفين وبعدين تختار واحدة ثانية يعني مثلا لو بنلعب على برضو احتمال كبير حال عبر ما هاخد لان حق كيف اقول لكم ممكن حق شوية حق اللي اعتمدوا على يعني زي حق حق برضو هذي فيها بيرس هذي 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 احسن لل لل بيرست بعدين اللي هي من كل بحر قطرة ف تسوي للتانية فمثلا لو انت هتاخد الاساسية احتمال كبير و هتاخدها مثلا اللي هي بس تاخد اية وحدة طبعا هذي هجيك والهلث الزيادة طبعا ما ديقر تاخد كيستون لما تكون سيكندري ما ديقر تاخد الا رونين صغيرة ما ديقر تاخد هذي ولا ديقر تاخد هذي تاخد واحدة من هدول واحدة من هدول فهذه الفكرة العامة في الرونز وزي ما قلنا عشان شمل الرونز والماستريز القديمة قاموا عوضوك بالماركس وبالسيلز عطولك اياها في البيستاتس حقات والكوينتسز تاخدها من الرونز الجديدة يعني اخذت اخذت لو انت كنت حقتك ايش كانت ممكن تكون كانت ممكن تكون هلث ولا ارمر قاموا هاي اخذ هلث من عندنا اذا انت نفس الطريقة اذا انت اه اه مسلا واحد زي زد ولا واحد زي سندرا سندرا هيدوك يا الخمسطعش رداك وطبعا مرة كثير الشيء الوحيد اللي فرق في القيم اللي لازم نتكلم عنه مرة ضروري انهم شالوا اي شيء يعني مادوك القليفس القليفس مادوها لأي احد ف ايش معنى كلام هذا لما مادو القليفس لأي احد معنىها كل واحد في القيم هيبدأ بماجيك ريزيست اقل مكان يبدأ به وهذا بف مباشر على كل ال ال عامة حيسوو دامج زيادة كلهم كلهم كأنهم اخدوا اه طبعا اذا كنت تاخد فلات ماجيك ريزيست يعني جيك كم ثمانية ولا تسعة تقريبا فلات ماجيك ريزيست ولا اذا اخد خمسة خمسة ماجيك ريزيست يعني حيجيك خمسة ولا ما بين ثلاثة الى خمسة ماجيك بنتراشن زيادة من البداية هذا او بي لا عشان عارفين انو كلام هذا حيصير ثم ال اللي يعطو لل اللي هم عشان كده ما اعطوهم اياها الردز ما اعطوهم اياها هنا اعطوهم اياها في ال اعطوهم بس ال ما اعطوهم الماركس الحمراء ما عليش شبب انا شوية ملخبط كم ويمكن شوية يعني حسيتوا انو فيها شوية لخبطة بس لازم نفهم ال change ليش صار و change هذا ايش معنا و ايش هيصير في ال game من ال change هذا اوكي ازودوا الماجيك منتريشن حق كل ال اي بي ديفولت وفي اعطوكم ال كوينتس تمام او عامة كل ال اي بي وكل ال اي دي كل الناس في الجيم صاروا اقوى تك طبعا لما نقو كل الناس مع بعض معناها ان شاء الله يبقى كل شي متساوي اللي هيصير يخبص دحين اللي هو موضوع ال keystones وال وال رونز الجديدة وهذه زي ما قلنا لكم ان شاء الله شباب لها فيلم وانشاء الله معناها في الاسبوع بكل الحالات هيا ننزل على ال items ال items all support starting items now have bandit هزا passive effect فاكرين يا شباب كان في الماستري حاجة اسمها bandit bandit لما تضرب champion ولا تضرب مين يعني مجنبك تاخد واحد gold لما تضرب مدرمين تاخد كم gold هذي خلاص صارت على كل ال support items عشان شاء الله هها من الماستري زارت اي support item اللي coin ولا spell thief ولا tarragon على طول فيها passive هذي جوت عشان تقر تجيب gold quiz زودوا عليها حبتين زودوا الدمج حق الرange support عشان زي ما قلنا اول الماجي دمج زاد مرة كتير على كل الرange support على كل الناس اللي عندهم magic فقام زودوا الheel حق راجون شوي spell thief زودوا gold intake حق عشرة الدمج حق 13 وهذا صراحة بف مرة كبير على مش utility champions utility supports يعني zaira karma brand حنشوفهم مرة كثير يا شباب مرة كثير الدمج حقهم بعد ما تسير 18 وهذا اظن انا ما ادري لي يسو هذا بس عشان يبو يقولوا ما ني بغ نشوف ارد سنسر ميت لا تلعبوا ارد سنسر هلعبوا هذي وهذا خربان انا اؤكد لكم حيكون خربان مات مات ارد مات مات اشتري ها مات يبغاها ما زال مات حيشتري ها ولا حيشتري تغيير اللي سووها مات خلوة خمسمية تلت بس بدل ما تشيل ثلاثة صار لازم تشيب اربعة ما لها اي معنى في الحياة ولا قد شفتها صراحة لا في LCS ولا في نورمال غيمز ولا في اي حاجة وما ادري حتى التغيير هذا ما اظن ه يغير في اي شي برضو عشان التغييرات اللي سووها في كل الحاجات اللي كانوا ممكن تستفيدها من اللي اضطروا يحطوها في الجنغل عشان التانك جنغل حطوهم شوية اتاك سبيد وهذا اللي حتكلم عنو برضو بعد شوية زودوا الدامج حقها عشان لما قلنا شباب برضو شالوا من الماسترز هذي كلها 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 بالانسين او تعديلات شالوا من الماسترز قام وحطوها في الاتم عشان الناس ما 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 يتبع هذي ايتم جديدة دفنس ايتم فجابوا ايتم جديدة اسمه stopwatch وهذي اللي جربتها اليوم صراحة ببث كانت صراحة است stopwatch لما انا مثلا ك ADC لما ابني اللي هو الguardian angel صار البات حقها عشان تبنيها تجري stopwatch مرة رخيصة 600 gold ولو استخدمتها تديني زونيا زونيا لل AD فالعيف فيها انه ما تجري تستخدمها للمرة واحدة في الجيم ف تنفعك في تيم فايت واحد في الجيم كامل اشتريها ب600 gold خايف من ز ز حيفجر ني هو دائما نكتر تقلب ام وعليها تيجي يسوي لك الت تسوي زونيا وما عادي تستخدمها بس تجري تسوي لها upgrade يعني عشان تكمل لها guardian angel بس ما تجري تستخدمها مرتاحة ولو تبقى تضحك على shopkeeper تبيعها هترجع لك اياها برضو broken مكسورة فتشتريها stopwatch تجري تستخدمها من روحة في الجيم فلازم تستخدمها في الوقت المناسب في دقيقة المناسب بفتيم فايت الحاسم اللي حتخليك تفوز الجيم ولو استخدمتها خلاص تصير مكسور ومعد تستخدمها الزونيا ما زالت زونيا hourglass برضو تبني يعني سارة stopwatch تجيب منها زونيا وتجيب منها الguardian angel وطبعا stopwatch حتى هنا ما تجري استخدمها للمرة واحدة بس لما تسجلها تجري استخدمها زونيا زي ما تبغى الguardian angel هنا ما تجري استخدمها للمرة واحدة لما تسجلها بقريد خلاص تجيك الguardian angel بس الزونيا ما تجري استخدمها فهذا الفرق بين الزونيا والguardian angel فهذه حطوها كdefensive major واحدة مرة لأي ADC يقدر يستخدمها في لوقت المناسب عشان يحتاج أو مو بس الADCs يعني الADCs والassassins اللي هم المد ممكن خازيكس ممكن زد ممكن هذا والله أعلم يعني أي أحد ابني guardian angel سار ممكن استفيد منها فلازم تنتبه إنه أي أحد ممكن يجيب guardian angel سار عنده واحدة زونيا في الجيم الguardian angel برضو غيروا البلد بات حقها حطوا ستوب واتش القرقويل حطوا فيها سبوت باتش ألا حتى التانكس يا شباب أنا آسف ما انتبهت زونيا أي واحد في الجيم معادة السابورت عنده ستوب واتش واحدة في الجيم معادة زونيا السيرات الديرك زودوا اللي ثالتي حقتها 12 الديسك بلايد 20 اليموم 20 الهجف نايت 20 السوسرس شوز 18 الفويت ستاف الـ 40% ماجيك بنتريشن وهذه كلها برضو ترفلكت الـ changes اللي صارت في اللي ثالتي أول فممكن تاخذ من الماستري سوية اللي ثالتي ما عاد صارت فيه فهتطروا يحطوها في الـ items again كلها balancing changes طبعا كل الـ changes الكبيرة هذة اللي سوها في الجيم يا شباب ريوت سووا لها تست وجربوها بس فعليا ما هم ما حيعرفوا ايش هتقلب في الجيم مية في المية الين كلنا نلعب في الشهرين الجاية فعشان كده الثلاثة الشهر الجاية الجيم حيكون خربان وحيبقى خربان الين ما يبدأ بداية السيزن فهم حيجمعوا كل المعلومات اللي حتصير دحين عشان يحاول يحسنوا الجيم ويعرفوا ينرفوا يزبطوا يعدلوا هذا هم دحين حطوا بيسلاين أو بيسلاين حطوا حاجة أساسية مبدئيا وقالوا خلينا نشوف خلي الناس كلها تجرب من يوم يجمعوا معلومات فإذا أنت من الناس اللي أنا قلت عليهم أمس برونز وزعلان وتقول رايوت خربوا الجيم رايوت بحضروا الجيم رايوت بلوه رايوت ما يعرفوا هم بيقولولك يا حبيبي والله إحنا جلسين نجرب لو سمحت أتحملنا لو سمحت جرب معنا تست لو سمحت أصبر علينا إلي ما نعدل الجيم عمين؟ فأصبر يا شباب إلي ما نعدل الجيم الـ ايش سووا في الـ فاكرين يا شباب الباتس السيزن اللي فات أو بداية السنة نزلوا باتس واحد من الباتشات كان إذا أنت من الناس اللي تأخر في اللين ولا تأخر في الجنغل آم كان ممكن تسوي كمباك كان تأتيك عليه إذا كان أنت الـ 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 آتاك آآ سوري الـ الـ حقك أقل من حقك لما يكتلوا أي أحد كان آم تأخذ زيادة عن البقية عشان أنت مر بعيد مثلاً لو كان التيم حقك الأفريج حقهم لفلاتهم عشر وانت لفلك ثمانية مثلاً لما يكتلوا واللي سووا أسيست وانت جنبهم انت بدل ما جيك والله مية أكس بي جيك مية وخمسين أكس بي عشان يبوقت الحقهم طبعاً آم لما سووها كانت الفكرة كويسة بس التأثير حقها كان مرة خربان تأثير حقها صارت التيمز اللي عند اللي مسوية سنوبول يعني مثلاً في تيم أنا وتيمي أربع أشخاص من تيمي ولا شخصين من تيمي مبدعين طايرين ألف ومبهدلين أمه القيم وأنا متأخر أنا ماني قادر سجيب سي اس لفلي أقل من تيمي ثلاثة أربع لفلات وإحنا تيم فايز صارت تزود لسنوبول حق التيم التأثيرها بدل ما هم التيمز اللي متأخرين يبغوهم يرجعوا شوية صارت تيمز اللي فايزين يفوزوا أسرع فقالوا لا نبغو نبغو نغيرها شوية شعلاوها فإذا أنت إذا أنت تيم حقك متقدم وإنت بتأخر عن تيمك ما تأخذ ولا شيء زيادة فاهمين يا شباب طبعا هذا إيش معنى هذا معنى احتمال كبير الجيمز بتأخر يعني الـ حق الجيم تايم كان تلاتين دقيقة ده حيممكن يصير خمسة تلاتين دقيقة لأنه اللي هو أنه تخلص الجيم أسرع حقل وال وال والتيم التاني يسوي كمباك أصعب دقيقة الجنغل نفس الشيء يعني عشان قاموا شعالوا التك داون اكس بي شعالوا الكمباك اكس بي من الجنغل الجنغل تعامل مع الباكماسترس فيها مختلف ده حين مثلا تلاتين اكس بي بالليفل بهاين ون ون اني مونستر كان يعطيك تلاتين اكس بي لما تكون لفلك متأخر عن المونستر فكان دائما لما تروح لل الكراجز اللي فيها عشرة ولا تروح للريتس اللي فيها ستة يعني لو انت متأخر في الكس بي تروح وهي لفلها اعلى منك كل مونستر صغير يعطيك تلاتين اكس بي زيادة شعالوها شعال ما تاخد الكامباك اكس بي منك إلا على يعني لما تروح على المونستر الكبير اللي في الصغير ما يعطوك زيادة غيروا طريقتها وهذا معناها وهذا حتأثر مرة كثيرة عالجنغل على اللي فهمين ايش بيسو اللي معرف اش يسوي ما حتفرق معها it doesn't matter at all اول اول السيزن اللي فات يعني لو رحت على والف ولا ما تاخد لفل اثنين ده حين لا لو وديت والف تاخد لفل اثنين فهذا معنا انو زادت وتغيرت حبتين 50% ما يبوك تاخد في البداية for whatever reason الريد برامبل بي حقته قلت 180 و50 عشان زودوا الريد اللي هتاخده من اللي في البداية عشان لفل واحد تاخد عشان لما نتروح على واحد منهم تاخد لفل اثنين على طول هنا زودوها خمسين لانه هذول يعتبروا ايبك ايبك الريد والبلو ايبك الفكرة منها خلوها 180 عشان هنا صاروا عطوك خمسين فهنا عشرين زيادة شالوها من هنا وانت هنا لانه صار ايبك كبير الريد ما عليش اللي هو دراجون وريفت هارلد وبارن فأي احد اعطيك لفل 2 على طول اي احد لو اعلى منك حتاخد اكس بي زيادة الصغار ما تاخد عليهم اكس بي زيادة وهذا التغيير صراحة مرة قهرني ليش لانه اول ايش كان ممكن تسوي ممكن اسوي اشوف الجنغلر حقهم الجنغلر حقهم عنده واحد سي اس اثنين سي اس وبعدين خمسة وبعدين راح على ريث شال ستة عنده احداشر سي اس انا عارف انه راح رد وولف ما سوى شي رجع ريث بعد ما رجع ريث احتمال كبير حينزل تحت ولا حيسوي غانك على تحت دحين ما تقل تعرف دحين لو قت ال ريث هياخد اربعة لو قت ال ريث حياخد اربعة لو قت ال ريث حياخد اربعة كل كامب حقك حيسوي اربعة ليش هذا يسهل الجيم شوية وصراحة انا ضد اي شي سهل برونز قبل خمسة سيزن اسوأ كثير من البرونز دحين لاني البرونز دحين عنده معلومات اكثر كثير من البرونز اللي كان قبل خمسة سنين المفروض الجيم يصعب معانا مو يسهل والله اعلم جنجل مونسترز بيس تاك سبيت الارد نقصوا تاك سبيت حقه خلوه زي البلو ليش لا تسألوني برضو هذا من الشينجز اللي ممكن يسهل الجيم هذا مو عشان هذا كل تشامبيون في الجيم اخت السافجري اظن السافجري اللي هي كانت الماستري القديمة هذه الماستري ما كان احد ياخدها الا والله الادس ولا التوب ولا الميدز ما كانوا ياخدوها اعطوها لكل الجيم يعني بيسهلوا ال السي اس على الجيم فما ادري ليش صراحة بس فكرة حلوة مش بطالة يعني السي اس هيصير اسهل لو تلاحظوا كل واحد هيصير عنده خمسة داميز ال يبدأ في دقيقة وعشرين دا حين يبدأ في دقيقة وعشر وإيش معناها nothing انت بي الله خليك انه سيبدأ عبدال شوية طبعا السيزن اللي فات كان دقيقة وثلاثين السيزن هذا دقيقة عشر ما ادري اول ما يبدأ السرعة اللي تجيك اسرع من اول بس فأول كامب حيطلع في دقيقة وعشرة مش اول كامب اللي هم الريد مثلا على هذا يعني اطلع في دقيقة وعشرين فانتب ويا جانجل اضافوا خمستاشر دقيقة خمستاشر ثانية زيادة على هذا 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 نظام الجديد اول كان 30 دحين ما اصار في يعني تير تلف خمسين خمسة وسبعين مية ميتين تلاتمية الف ما حيوقف حاجة واحدة ما تغيرت لازم تلفل لين 30 عشان تاخد كل الرونز يعني عشان الناس اللي جايين داخلين في الجيم جودات يطلعوا يحب ويتعلموا ياخدوا الرونز شوية شوية فهذه التلفيل سار اسرع حيتكلم عنها بعد شوية بس لحين لما توصل 50 يعني قلو I don't know هنشوف IP turns into Blue Essence شالوا ال-IP قالبوا Blue Essence ما تصارفي شي اسمه IP في الجيم صارت كلها Blue Essence يعني أول كانت تشتري هو بيقول لك champion زي كين كانت تشتري ب6300 IP داخل حين صار ب6300 Blue Essence التلفيل من لفل 1 اللي لفل 30 صار أسهل أسرع يبوي يصرعه شوية عشان يبوي البوست شالوا IP بوست خلوا بس ال-XP بوست للناس اللي بتلفل أسرع البوست موجود اللي ممكن تشتري عشان تلفل أسرع Rotating Emotes هذه ما هتكلم عنها هذه القيام اللي تنزل كل أسبوع Bullshit ما هضيع وقت فيها Water Walking No 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 Skin Bug Fixes Emotes In Loot Emotes Are now بس بس ال-XP ما كان نزل ال-Skin Nato Icon الحين حتى ال-Emotes تنزل هناك Very nice man شكله زي Victorious Graves هينزل لكل الناس اللي فوق ال-Gold برضو ما أدري متى Lancer Rogue Blitzcrank شكله صراح مرة جيد البلتز هذا Lancer Paragon Blitzcrank الظاهر في story line جاي ماذا ننزل البلتز اثنين واحد اسمه Lancer Rogue واحد اسمه Lancer Paragon الغ نزل الخروم الخازق نزل الخروم 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 و كده يا شباب حكتفي في اليوم زي ما قلنا ان شاء الله في خلال الاسابيع القادمة هننزل فيديوهات تاني داشة نتكمل الرونز بالتفصيل على اساس نقدر نخش على كل الرونز وكل كيستون وكل تري ونفهمها مع بعض احسن الله أعطيكم الصحة والعافية يا شباب مشكورين ما قسرتوا اذا عجبك الفيديو لا تنسون أنا عند ستريم يومي في يوتيوب وفي تويتش ونشوفكم على الخير الله thank you so much رامو عليكم ورحمة الله وبرك اشتركوا في القناة